مارب وعدا استقبال شعبي ورسمي مهيب للمحررين من سجون الميليشيا الحوثية الجيش يحرز تقدما شرق تعز والميليشيا تكثف قصف الأحياء السكنية وميليشيا الحوثي تحاصر قرية كيريش في دمت لليوم الخامس على التوالي اهلا بكم الى نشرة الاخبار من يمن شباب انتهت مساء اليوم المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى والمختطفين بين الحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية تحت اشراف الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر وشملت الدفعة الاخيرة من عملية التبادل الافراج عن 151 اسيرا من المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة مقابل الافراج عن 201 من الاسرى الحوثيين وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها سيرت اليوم اربع رحلات من مطار عدن وصنعاء على متنها 352 اسيرا ومختطفا بالتعاون مع الهلال الاحمر اليمني وتمت عملية تبادل الاسرى على دفعتين بالافراج عن 75 اسيرا من المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة مقابل 100 اسير واحد من عناصر ميليشيا الحوثي تلتها عملية الافراج عن 76 مختطفا واسيرا مقابل 100 اسير من الميليشيا الحوثية الانقلابية هذا وشهدت العاصمة المؤقتة عدن استقبالا شعبيا ورسميا للأسرى المحررين من سجون الميليشيا الحوثية واستقبلت عدن اليوم 151 اسيرا من المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة بحضور شعبي ورسمي وسط أجواء احتفالية بهيجة حضر الاستقبال عدد من قيادات ألوية العمالقة والسلطة المحلية في عدن وقيادات من المنطقة العسكرية الرابعة شاهدت محافظة مأرب اليوم الجمعة استقبالا شعبيا كبيرا لموكب المختطفين المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوث الانقلابية وعددهم 223 بينهم خمسة صحفيين وكان في مقدمة الاستقبال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان الفريق الصغير بن عزيز ورابطة أمهات المختطفين وانطلقت الفرقة الموسيقية في شوارع المدينة في عرض بهيج تعزف المقطوعات الغنائية والإنشادية الفرائحية فيما اصطفى المواطنون وهم يحملون الأعلام الوطنية واللافتات المعبرة على جوانب شارع صنعاء والشارع العام للمحافظة معربين عن ارتياحهم لإطلاق المختطفين بعد خمس سنوات قضوها في معتقلات الانقلاب إننا إذن استقبل هؤلاء الأبطال ضمن صفقة التبادل التي جرت توقيع عليها في سويسرا وأسفرت عن مبادلة متمردين تم القبض عليهم في جبهات القتال مقابل مختطفين مخفيين قسريا اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم ومورست ضدهم أبشع الانتهاكات وذاغوا الويلات في أقبئة ميليشيات الحوثي ونؤكد أن الإفراج عن المختطفين من قبل الميليشيا الحوثية مبدأ ثابت غير قابل للمساومة ولا التفريط أبدا محينا وكنا نأمل الالتزام باتفاق ستوك هولم والبنود الخاصة بتبادل الأسراء والمؤتقلين وفق مبدأ الكل بالكل إلا أن تلك الميليشيات التي تعودت أن نكتب العهد والتنصر عن الالتزامات والاتفاقات استمرت في ممارسة ذلك الدور أثناء وبعد المشاورات والمفاولات على مرأة ومسمع من العالم أجمع أكد رئيس وهيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة قال الفريق صغير بن عزيز أن قوات الجيش ماضية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كل المختطفين في سجون ميليشيا الحوث المتمردة وقال الفريق بن عزيز أن المختطفين في سجون الميليشيا يناضلون من أجل الوطن والثوابت الوطنية بعكس عناصر الميليشيا الحوثية الذين ينفذون مخططات إيران في المنطقة وأكد أن التضحيات الجسيمة التي دفع ثمنها المختطفون في سجون الميليشيا الحوثية هي ضريبة الحرية وفي الطريق الصحيح لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب فرحة غمرنا جميعا بوصول هذا للأبطال وخروجهم من السجن نحن حقيقة نحتفل بهم ونرحب بهم لأنهم رجال صدقوا مع دينهم ومع وطنهم حبسوا من أجل مشروع الحرية والكرامة لليمن والشعب اليمني والحمد لله على خروجهم وتحريرهم من معتقلات الميليشيات الحوثية سنستمر إن شاء الله في المتابعة من أجل خروجهم أو خروج ما تبقى من زملائهم وحقيقة نحن نشكر طبعا المكتب المبعوث الأممي ونشكر اللجنة التي سعت من أجل خروج هذه الكوكبة من الأبطال والشجعان هذا ونقل مراسلنا في مأرب عمر المقربي مشاهد من الاستقبال الجماهيري للمحررين من سجون الميليشيا الحوثية في أكبر عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثيين وصل في هذه اللحظات إلى مدينة مأرب مئتان وثلاثة وعشرون من المفرج عنهم من سجون الحوثيين بينهم من سجون الحوثيين بينهم خمسة صحفيين بتبقى خمسة صحفيين في سجون الحوثيين أربعة منهم يواجهون خطر الإعدام أسر هؤلاء الضحايا والمعتقلين مشاركون في هذه الحشود الغفيرة وهؤلاء المشاركون يعانقون الحرية في مدينة مأرب في أكبر عملية تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين وذاك محافظ مأرب ورئيس سيئة الأركان الآن يحتفلون ابتهاقا وتخليدا لنضالات الأحرار الذين زجت بهم جماعة الحوثي في سجونها منذ أكثر من خمسة سنوات وتلقون فيها صنوفا من التعذيب وصلوا مأرب اليوم يعيشون الحرية في هذه المدينة التي كسرت خيشوم الحوثيين على أطرافها ودحرتهم بعيدا على أسوار المدينة مأرب اليوم تعيش لحظات زاهية ولحظات فارقة في هذه اللحظات وهذه الفرق الموسيقية الآن تضرب بالدغوة والزغارد والموسيقى وجميع اللافتات والشعارات وترفع لأجل الصحفيين الذين أفرقا عنهم الحشود غفيرة جدا لم يسبق وأن احتشدت معرب بهذا الشكل استقبالا لصحفيين أو لمسؤولين رسميين نلتقي هنا بأحد أقارب الصحفيين ليحدثنا عن تفاصيل هذه اللحظة الفارقة سنراه ماذا سيقول وهو يعبر اليوم عن هذه اللحظة الفارقة هنا في مدينة بأرب بعدما رأى ولده وأقاربه هنا في هذه المدينة بعد غياب ست سنوات في سجون الحوثيين إذن وجدنا شقيق الصحفي هشام طرموم الأكبر هنا إلى جانبنا في هذه اللحظات ليحدثنا عن تفاصيل هذه اللحظات الفارقة التي يعيشوا لها الحمد لله على سلامة هشام ونحن لكم هذا الانصار وكيف تحدثنا؟ طبعا الحمد لله أولا وأخيرا من فضل فهو لله أولا وأخيرا ثم لجهود المخلصة من أبناء هذا البلد طبعا الحقيقة أن العبارة لا تحضرني عبارة مقدار الفرحة كبيرة جدا 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 نحمد الله أولا وأخيرا العبارة لا تحضرني تماما عبارة الفرحة التي تليغ بهذا المقام التي تواقب هذه الفرحة الرائعة هذه الجماهير التي تحتشد اليوم هنا في هذه المدينة الأبية طبعا فرحتنا بها كبيرة فرحتنا بإخواني الذين خرجوا أمنياتنا كل أمنياتنا أن يخرج الألباق من السجون أحرارا أعزاء إذن ست سنوات من الاعتقال وهم قيد التعذيب في سجون الحوثيين يتنفسون اليوم الصعداء ويعيشون الحرية هنا في مدينة مأرب عمر المقرم يمن شباب مأرب في السياق عبرت عدد من أسر المختطفين المحررين عن فرحتهم بإطلاق ذويهم وقالت ابنة المختطف علي حجر إن فرحتها لا توصف معربة عن أملها أن تعيش هذه الفرحة كل أمهات وأبناء المختطفين الشعور لا يوصف بهذه اللحظة عند قدوم نور عيني لا أعرف أن أعبر عن هذا الشعور أتمنى أن كل أم وابناء مختطف أن تشعر بهذا الشعور الجميل خمس سنوات عانينا من الفقد وعدم رؤية أبي لكن بهذه اللحظة نمحي هذه الذكريات التعيسة ونبدأ صفحة جديدة نأمل من الصليب الأحمر ومن الجهات الرسمية أن نرجع إلى بلادنا الحديدة آمنين مطمئنين مثل سائر أي مواطن يمني هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد مؤثرة تظهر لحظات التقاء عدد من المحررين بذويهم موسيقى 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 بالعكاكيز أو على أكتاف رفاقهم يتكئون هذا هو حال المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل كما أظهرتهم الصور الأولية من مطار سيئون الدولي 600 مقاتل حوثي مقابل 400 أسير ومختطف في سجون ميليشيا الحوثي أغلبهم من المدنيين تلك هي الصفقة التي تمخضت عن اتفاق سويسرة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الأسرة صفقة مجحفة كما يصفها أهل المختطفين رئيس الفريق الحكومي المعني بالأسرة والمعتقلين هادي هيج أوضح أن الصفقة الأولية تقضي بإخراج 480 من أسرة الحوثيين ومقاتلي مقابل 250 من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بينهم 15 سعوديا وأربعة جنود سودانيين وفي حين يفاوض الحوثي على مقاتليه بكل حرص تفاوض الحكومة الشرعية بمنطق رخو بالنظر إلى عدد مقاتلي الحوثي المفرج عنهم وعدد المختطفين الذين أفرج الحوثي عنهم فضلا عن ذلك فخمسة من الزملاء الصحفيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل كان قد صدر بحقهم أمر إفراج سابق لكن الحوثي أدرج أسمائهم ضمن لائحة التبادل ورغم إيجابية ما حملته صفقة التبادل هذه إلا أن المنطق الذي تفاوض به الشرعية لن يقود إلى إفراج شامل عن كافة المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي كما يرى مراقبون أو بتعبير أقرب إلى الواقعية كم تحتاج الحكومة الشرعية من المقاتلين الحوثيين لتضمن الإفراج عن الألاف من المختطفين في سجون الحوثي وكان الصليب الأحمر أعلن عن بدء مفاوضات جديدة بشأن بقية المعتقلين في اليمن وأضاف الصليب الأحمر أن هناك إرادة سياسية لدى مختلف الأطراف اليمنية للإفراج عن المعتقلين وأكد الصليب الأحمر في اليمن أن عملية تبادل الأسرة خطوة إيجابية نحو السلام في اليمن وبالتزامن مع تنفيذ عملية تبادل الأسرة والمختطفين وبإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر شنت ميليشيا الحوثي حملة مداهمات جديدة لمنازل المواطنين في أحياء بصنعاء بحجة البحث عن مطلوبين وقالت مصادر حقوقية إن الميليشيا اختطفت مواطنين من حي شملان والسنين واقتدتهم إلى معتقلاتها وحذر حقوقينا من أي اختطافات تنفذها الميليشيا مشيرين إلى أن حملات المداهمات دليل على أن الميليشيا تنوي تعويض المختطفين المفرج عنهم باختطافات جديدة أحرزت قوات الجيش الوطني بمحور تعيز تقدما وانتصارات جديدة حيث استعادت عددا من المواقع والتباب الاستراتيجية شرق المدينة كما تمكنت من أسر عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية وأفاد مصدر عسكري ليمن شباب أن استمرار المعارك يأتي ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش الوطني لاستعادة مواقع واتباب تتمركز فيها مدفعية الميليشيا التي أمطرت الأحياء السكنية بقذائفها المدفعية مشيرا إلى أن الجيش سيعلن رسميا عن نتائج المعركة في وقت لاحق كما أشار المصدر إلى أن الجيش الوطني ألحق بالميليشيا خسائر بشرية كبيرة ودمر معدات وآليات عسكرية وسط تراجع وانكسار كبيرين للانقلابيين شاهدت مدينة تاعز اليوم تشيع عدد من شهداء الجيش الوطني الذين ارتقوا في المواجهات الدائرة بالجبهة الشرقية بين الجيش وميليشيا الحوث الانقلابية وتم تشيع جثامين الشهداء أنور منير نجل القياد في المقاومة ومدير مدرية صالة السابق منير حميد سيف إلى مقبرة الشهداء في المدينة وتقدم موكب المشيعين وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي ومدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي أصيب طفل في السنة الثانية من عمره إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوث الانقلابية على حي سكني شرق مدينة تعز مصادر محلية قالت ليمن شباب أن الطفل في راس هزاع عبد الرؤوف أصيب بجروح في يده إثر تعرض منزلهم في حي الجحملية لقصف حوثي بقذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيا أمس الخميس من مناطق تمركزها في الجبهة الشرقية للمدينة وتلجأ ميليشيا الحوثي للانتقام من المدنيين بقصف مدفعي عشوائي على الأحياء السكنية كثفته خلال الأسبوعين الأخيرين بعد تلقيها هزائم وخسائر كبرتين على يد قوات الجيش الوطني أثناء تجدد المعارك في الأيام الأخيرة طالب ثوار مدينة تاعز بسرعة الحسم العسكري واستكمال عملية تحرير المحافظة من الإنقلابيين الحوثيين وأكد الثوار في وقفة نفذوها عقب أدائهم شعائر صلاة الجمعة في ساحة الحرية أكدوا مساندتهم الشعبية لتحركات الجيش الوطني من أجل فك الحصار الحوثي على المدينة الذي تعيشه منذ ست سنوات والرد على القصف المدفعي الحوثي المكثف الذي شنته الميليشيا على الأحياء السكنية وأبارك الثوار تقدم قوات الجيش في الجهة الشرقية أو في الجبهة الشرقية للمدينة خلال معارك الأيام الأخيرة وقصفها مواقع تتمركز فيها الميليشيا وإلحاق الهزائم المتوالية والخسائر الكبيرة بصفوفها مشيرين إلى ضرورة تقديم الدعم لقوات الجيش في محور تعز من قبل القيادة السياسية والعسكرية في البلاد لتمكينه من تحقيق انتصارات تليق بذكرى الثورة التحررية اليمنية أجبرت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ملاك المحل التجارية في مناطق سيطرتها بمدينة تعز خلال الأيام الأخيرة على رفع الأعلام الخضراء واستبدال المصابيح الكهربائية البيضاء بالخضراء تزامنا مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف وقالت مصادر محلية لقناة يمن شباب إن الميليشيا أقدمت على هذه الخطوة كما تفعل كل عام مكرهة كافة ملاك المحلات في أسواق الحبان والراهدة وأدمن على تطبيق تقوصها الاحتفالية بهذه الذكرى وبحسب المصادر فإن الميليشيا هددت كل من يرفض اتباع وتنفيذ هذه الأوامر بدفع غرامات مالية طائلة وإداعه السجن وإغلاق محله بحجة عدم الالتزام بتنفيذ ما يصدر عنها من توجيهات كونها سلطة أمر واقع وتستغل الميليشيا المولدة النبوية وغيره من المناسبات الدينية والطائفية في ممارسة حملات منظمة لابتزاز المواطنين في مناطق سيطرتها باعتبارها فرصة لشرعنة نهبها لأموال الناس بذريعة مخالفة أوامرها واصلت ميليشيا الحوثي جرائمها بحق سكان وأهالي محافظة الحديدة واستهدفت بقصف عنيف الأحياء السكنية في مدينة التحيطة ملحقة أضرارا كبيرة بمنازل المواطنين جنوب مركز المدينة وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قصفت أحياء مدينة التحيطة بقذائف مدفعية الهاون بكثافة ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في عدد من منازل المواطنين وكانت الميليشيا قد أصابت في وقت سابق أحد المواطنين بنيران قناصتها في عينه اليسرى ويأتي ذلك تواصلا لجرائمها بحق المدنيين في محافظة الحديدة التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال تعيش قرية كرش الواقعة جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع حصارا مطبقا لليوم الخامس على التوالي من قبل ميليشيا الحوث الإنقلابية وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قامت بمنع أهالي القرية من التسوق إلى مدينة دمت لشراء احتياجاتهم أو الخروج خارج القرية وأضافت المصادر أن الميليشيا تقوم بزرع الألغام والعبوات تحسبا لأي تقدم للجيش والمقاومة في موريس ما أثار استياءا واسعا في أوساط السكان دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة دولة الإمارات إلى وقف خطط الإعادة الإجبارية لثمانية عشر يمنيا كانوا محتجزين في السابق في معتقل جوانتنامو وقال الخبراء في بيان إن عودتهم القصرية إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذكر البيان أن المحتجزين السابقين في جوانتنامو كانوا قد نقلوا إلى الإمارات في الفترة بين نوفمبر عام 2015 ويناير 2017 وتلقوا تأكيدات لأسباب إنسانية بأنهم سيقضون ما بين ستة أشهر إلى إثني عشر شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن تعرض اليمنيين الثمانية عشر للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم ومواجهتهم خطر إعادتهم القصرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية كشف تقرير رسمي عن انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن عام 2020 بنحو خمسين في المئة عن حجمه في عام 2014 فيما قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 88.8 مليار دولار من جراء تراجع نمو الاقتصادي خلال الفترة من العام 2014 إلى العام 2020 إلى التقرير الاقتصاد اليمنى يدخل في مرحلة الانكماش المتطاول منذ عام 2014 تلك هي العناوين الافتتاحية لدراسة اقتصادية حديثة عدها قطاع دراسة وتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسي في اليمن التقرير الرسمي كشف عن انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن عام 2020 بنحو خمسين في المئة عن حجمه في عام 2014 فيما قدرت الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 88 مليار و800 مليون دولار من جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014-2020 وارجع التقرير الخسائر الى الاثر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني اليمني وبالأخص التدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت الانتاجية والخدمية وتعطيل كثير من الانشطة الاقتصادية والاستثمارية وتراجع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 1139 دولار عام 2014 الى 364 دولارا بسعر الصرف الموازي عام 2019 وبمعدل تغيير تراكمي بلغ ناقص 69% فاصل 5 ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وتزايد حدة الأزمات الإنسانية واتسم الوضع المالي للدولة وبالاختلال العميق والتدهور الشديد حيث دخلت المالية العامة في أزمة حادة برزت ملامحها في ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع نسبة الدين المحلي نتيجة تراجع الإيرادات العامة بكافة مصادرها منها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والنفطية وفائض أرباح المؤسسات العامة وفقا للدراسة الحكومية وفي المقابل توقفت النفقات الاستثمارية وانخفضت النفقات العامة الجارية إلى أدنى مستوياتها وعدم وفائها بالحد الأدنى من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك النفقات التشغيلية ونفقات الأجور والمرتبات لجزء كبير من موظفي الدولة إلى جانب تعطر برامج الحماية الاجتماعية وتوقف برامج الإنفاق العامي الاجتماعي والتنموي فضلا عن انقسام المؤسسات المالية والنقدية وغياب البيانات الموحدة للمالية العامة نهاية النشرة نذكركم بعنوينها مأرب وعدن استقبال شعبي ورسمي مهيب للمحرارين من سجون الميليشيا الحوثية الجيش يحرز تقدما شرق تعز والميليشيا تكفف قصف الأحياء السكنية وميليشيا الحوثي تحاصر قرية كيريش في دمت لليوم الخامسي على التوالي دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة